في 2012 واحدة سفينة كبيرة بزاف خرجت في رحلة في البحر لمدة سبع أيام كاملة الركاب كانوا فرحانين ومتحمسين وأصلا شكل ما غديش يفرح وهو غدي في رحلة ترفيه يبحل هذيك ولكن ما كانوش عارفين أن كين بيناتهم اللي غدي يمشي وما عمر ما غدي يعود يرجع وهذيك غدي تكون آخر رحلة لي في حياته القصة دي اليوم شبيهة الدرجة كبيرة للقصة دي الغارق سفينة تيطانيك عام 1912 الفرق بيناتهم أن هذي الحادثة طرت في هذي الوقت وكل شي دكشي اللي وقع توتق في الكاميرات السلام عليكم اسميتي سوكينا ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز الناس جداد اللي أول مرة يجوا لهذه القناة إلا كنتم من عشاق القصص الواقعية فهذه القناة الدارت لكم كان حجوش قصص طوال في السمانة كل 2 وخميس ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا جرس باش يوصلكم إشعار فوق محتة قصة جديدة وبطبع الحال متنساوليش زي الإعجاب ودبيلا كنتم استعدين يلا نبداو القصة دياليوم غادي تدينا لإيطاليا وفي 13 يناير 2012 ومن واحد الميناء كين تمة غادي تبدأ رحلة سياحية في واحدة من أكبر سفن في العالم واللي كان سميتها كوستا كونكورديا قبل ما نبدأ نهضر على هذه الحادثة نهضر لكم بعدها على هذه السفينة ونعطيكم معلومة بسيطة عليها واحد شركة كبيرة بزاف وعالمية سميتها كارنفال بتأسسات في الوسط ديال القرن 19 يعني في ذاك الوقت ما بين 1850 و 1860 هذه الشركة عندها بزاف ديال الفروع واحد من الفروع اللي عندها شركة وحدة أخرى سميتها كوستا والاختصاص ديالها هو بناء سفن سياحية في 2004 شركة كوستا خرجت أكبر سفينة في أوروبا كاملة وسمتها كوستا كونكورديا البناء والتجهيز ديالها كلفهم 570 مليون دولار طول ديالها كان 290 متر والارتفاع كان 57 متر والعض ديالها كان 35 متر وكان فيها تلتاشل طابق يعني ره بصح كبيرة بزاف شركة كوستا خدمات باش هذه السفينة تكون أحسن حاجة قدروا يصنعوه وتكون هي الطوب ومكين شي حاجة مفوق منها سفينة تكون كورديا حد سفينة سياحية وكتصافر لأيام طوال في وسط من البحر شركة خدمات باش تخلي الناس اللي فيها ما يحسوش يقاع براسهم في وسط البحر حتي يطلعوا سطح ديالها داروا فيها قاع وسائل طرفيه اللي يقدر يبغي بنادم ربعة ديال المسابيح كبار وجوج ديال الصغار لتوبوغون خمسة ديال المطاع مراقية تلتاش البار قاعة كبيرة ديال السينيما قاعة ديال الرقص والعب الفيديو وبزاف ديال الحواج وحدين وخرين ومن غير عاد الشي كونكورديا كان فيها 1500 وجوج غرفة ديال الركاب وستمية واحد غرفة للناس اللي يخدامين تم وهد السفينة كتقدر تهزد قريبا 5000 واحد باختصار كونكورديا كانت هي ذاك النجمة اللامعة في وسط من البحر واللي اي واحد كيتمنى يركب فيها ويمشي فيها في رحلة سياحية طويلة بدأت هد السفينة كتخرجت البحر في رحلات سياحية وكانت كتهزمعها الالاف ديال الناس وديما الامور كتكون عادية وباخير كانت كتبقى ايام طوال في البحر وفي الاخر كترجع الناس للميناء بلا حتى شي مشكيل هي فعلا وقعوا فيها شي حويش غراب ولكن معمر ما تآدى فيها شي واحد من هاد الحواديث الغراب اللي تراو في هاد السفينة فاش اول مرة تلقوها في البحر باش تبدأ رحلات سياحية ديالها من العدد ديالهم ان فاش كدشن شي سافينة كيش تدقرع ديال الشراب وكيعلقوها مع شي كوردة وكيلوحوها من الفوق باش تهرس على ذاك السفينة يعني كاحتفال بالتدشين ديالها ولكن فاش داروها مع كونكورديا القرعات ديال الشراب ما تهرساتش وكوشي اعتبر هاد الشي ندير وشؤم وكاين اللي قال ان المستقبل ديال هاد السفينة ما غاديش يكون زوين ومن غير هاد الشي وفي 2008 كونكورديا وصلت لواحد الميناء بسرعة كبيرة والكابتين ما قدرش ينقص من السرعة باش يوصل ديال الميناء نيشان وبسبب هاد الشي دخلت السفينة في شي حاجة كانت في الميناء وتجرحت بزاف من الفوق ما كانوش خسائر بشرية ولكن شركة كوستا خسرت بزاف ديال الفلوس باش يصاوبوها صراحة هذا الغلط ديال كابتين فين كان فاش يوصل الميناء ما ننقصش في السرعة وهاد الكابتين اللي دار هاد الغلط هو النيت اللي غادي تسبب في الكارتة اللي يضاير عليها القصة ديال اليوم مع لينا عاوتاني في الفين وعشرة واحد من الركاب او الا من السياح اللي يركبوا فيها خلاها حتى وصلت فسط من البحر وكان الليل وطلحت الفوق ونقص بخاطره منها يعني انتحر الناس اللي شافوا فاش تلاح مشاوكي يجري وعيتوا على المسؤولين وهوما عيتوا على البوليس وعلى خفر السواحيل وعياه ويقلبوا على الجتة دياله وما لقوا لها اطار ومن غير هاد الشي كامل كيقولوا ان تروا فيها شي حوايج وحدين وخرين ولكن ما تسببوش في شي خسائر كبار فوق موقعات فيها شي حاجة بحال هدي بزاف ديال الناس على حسب المعتقدات ديالهم كيقولوا ان سفينة كونكوردية كيوقع فيها هاد الشي حيث في اللول ما تهرستش عليها القرعة ديال الشراب ولكن وخاها كاك هديك تبقى غير هضرة ويعلي العموم الامور كلها كانت غادم زيان وباي خير بالحق واحد ليلة في الفين وطناش النجمة ديال اللبحة اللامعة كونكوردية تطفعت وغادي تمشي في اخر رحلة لها وبزاف ديال الناس غادي يمشوا فيها ما غاديش يعودوا يرجعوا شركة كوستا نضمت كيمة العادة رحلة وحدة وخرى لكونكوردية واللي المدة ديالها غادي تكون سبعي ايام وغادي تبدأ في 11 يناير 2012 وهذا هو المطار اللي غادي تمشي فيه السفينة غادي تبدأ من ميناء كاي غلوري ما عرفش واش هكك تنطق سميته المهم فهذا القصة غادي نطق بزاف ديال الكلمات غالطين حيث را ما كان عارفهم شو اول مرة كنسمعهم سوف يوصل ذلك النهار وتجمعه وقاع الناس اللي غادي يمشوا في ذلك الرحلة واللي كانوا كثير بزاف كثير من 3200 سائح وكثير من الف شخص خدمت امه كل شي كان متحمس والسعادة كانت تكتباليهم على وجههم كل اللي جاي مع مرتو او مرة جاي مع رجلها وكل اللي جاي مع العائلة كاملة وكل اللي جاي بوحده المهم كل شي كان عوال انه يدوز وقت زوين مع لوقتها ديال الظهر انطلقت السفينة والكابتن اللي كان مكلف في سوقها كان اسميته فرانسيسكو شاتينو اول وجهها مشتليها هي الميناء ديال باليرمو وعودتاني من بعد يومين وفي 13 يناير 2012 وصلت الميناء سيفيتافاكيا وكملوا من تمام الطريق الميناء سافونا نورمال مو باش كونكور ديال توصل الميناء ديال سافونا هذا هو المصار اللي خاصها تتبعه ولكن الكابتن ديال السفينة بغي يأخذ مصار واحد اخر باش يدوز واحدة الجزيرة كينا تمسميتها اسولة ديال جيليو هذا المصار ما اخداش باش يختصر الوقت او اللي حي تكون شي مشكل بالعكس مشامع ذاك المصار باش كونكور ديال يقربها لذاك الجزيرة باش الناس اللي ركبين تمام يشوفوا الجزيرة والناس ديال الجزيرة يشوفوا كونكور ديال هذا القضية مش شي شي حاجة غريبة او لا جديدة قاع السفن السياحية يديروها وحاجة معروفة في العالم ديال السفن والبحارة هذا القضية كتسمها بالانجليزية سيل باي سالوت يعني بحالي لك يسلموا على الناس ديال 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 البلاسة ودك الناس كيسلموا عليهم من بعد ما الكابتن اخذ القرار انه يدور السفينة ويمشي حد ديال الجزيرة تمه بدول مشاكيل وهذا الشي اللي غادي نعود لكم دابا كله ترى في الليل في الظلام وفوسط من البحار مع جوايه تسعود و 15 دقيقة الكابتن فرانشيسكو كان في واحد من المطاعم ديال السفينة كيتشا مع العاشيقة دياله اللي جايبها معاه السفينة فابور وطلعت ماء بلاتيكي مع العلم ان السيل كابتن كان مزوجه عنده جوج وليدات واخاها كاك كان في علاقة مع هاد العارضة ديال الازياء اللي كان اسميتها دومينيك نحن ماشي سوقنا في هادشي حياته هادك يدير فيها اللي يبغى ولكن راهجاب معه العاشيقة دياله في لوقيته ديال الخدمة لوقيته اللي خاصه يركز على خدمته فاشمشي تعشى السفينة بطبيعة الحال ما بقاتش بوحدها بقاوت مما الناس ديال التيم دياله وهم اللي يتكلفوا باش يدوروا السفينة ويمشيوا للمسار جيهد دك الجزيرة معدك 49 دقيقة رجع الكابتن لدك البلاسة اللي كي يسوقوا منها السفينة وفاشا في المسار اللي كانوا غادين فيه لقاهم انهم غادي نيشان جيت واحد الجزء من الجزيرة يعني غادي يوقع استيضام مباشر ما بين السفينة وما بين دك الجزء من الجزيرة قبل ما يمشي الكابتن يتعشى كان قلليهم بعدها لدوك الناس اللي غادي يبقوا مكلفين بالسفينة الإحداثيات اللي غادي يتببوا بالضبط باش يدوسوا حد ذاك الجزيرة غير من اللي بعيد ويشوفوها واقلا ما سمعوش مزيان او اللي هو نيت غلط في الإحداثيات المهم لما صار كان كله غالط بدك يغوتوا كي يقول لهم دغياء دوروا السفينة ب300 درجة وزيدوا في السرعة دكش اللي داروا دوروها وخهكك ما زالين ما بعدش على الجزيرة وقال لهم زيدوا دوروها ووالوا فالشاف قدامه بنوا ليه المواج كي يضربوا في شي حاجة وعرف ان ذاك الحاجة هم الحجر ديال الجزيرة وعرف انهم قربوا لهم بزاف دبه هنا يا السفينة بعيدات على المصر اللي نورمال مخصها تمشي فيه ب700 متر وإلى ما داروا الشيح الدغياء ودوروا السفينة غادي يوقع الصدام مباشر ما بينها وما بين الحجر هنا الكابتن فشلوا له هركابه وبدعوا تاني كيغوتوا ويقول لهم دوروا السفينة دغياء طاقم اللي مكلفين بالقيادة كلهم غايموتوا بالخلعة وعياو ديروا جدهم كامل باش يدوروا السفينة والو ما زالين واحلين في المنطقة ديال الخاطر واخل السفينة ما غديش الدخل في الجزيرة وإنما ضروري غدي يدخل في الحجر اللي كينين حدا الجزيرة سافي بقوا كيشوفوا ان السفينة كدور وكتبعد عن الجزيرة ولكن كين قدمها واحد الحجرة كبيرة وما كانوش عارفين واش السفينة غدي يدخل في ذاك الحجرة أولا لا وهو ما يقربوا لها الكابتن ما زال ما بتأكدش واش غادي يقسوها او ما غاديش يقسوها في الاخر كل شي قال انهم غادي يدوزوا احداها وما غاديش يوقع استيضام وفعلا دكشي اللي كان دازوا من احداها ولكن واحد شوية تسمع واحد الصوت مجهد بزاف والسفينة كلها ازعزعت مبلاصتها للأسف تقصت السفينة ملتحت بسباب الحجر الكبار اللي كان ينتحت من الماء وهذا الشي تسبب في واحد الفوتحة كبيرة في الجزء السفلي ديال السفينة فعش كان قول فوتحة كبيرة؟ هرا كبيرة بزاف كان فيها 53 متر وهذا الشي خلا بزاف ديال ما يدخل داخل سياح كاملين اللي كانوا في السفينة حسوا بهذه اللحظة ديال الاستيضام وما فهموا والو كل شي مخلوع وكل شي كي يجري والكيسان والطباصل طاحوا من فوق الطوابل والناس كيبكيوا المهم كان تروينا وخلاص الناس اللي خدامين في ذاك السفينة كانوا يطمنوهم ويحاولوا يهدئوهم ويقولوا ليهم ما تخافوا من وارو الامور كلها تحت السيطرة وما غدي توقع لكم حتى حاجة خائبة ولكن حتى شي واحد ما كان كيسمع ليهم كلهم طلعوا للطابق اللي فيه القوارب ديال الناجات وكلهم بدوا يلبسوا جيليات ديال الناجات الكابتين بدأ كيامرهم باش يسدوا البيبل تحتانيين باش الماء ما يوصلش للفوق وتغرق السفينة كلها وفعلا سدهم كاملين ما عدا الباب 12 وقع فيه مشكل وما تسدش مزيان من بعد مدة قصيرة من المور الاصطيضام المحركة تستبيهم ديال السفينة ما بقوش خدامين حي توصل لهم الماء وبسبب هادشي فجأة تطفقا عدو ديال السفينة تخيلوا معايا الخلعان اللي غدي يكونوا حسوا بها السياح في ديال اللحظة فوسط مل بحرف ضلام دامس والسفينة بدت كتميل يعني كتغرق صراحة شعور مرعب من بعد الاستيضام أعمروا المقصورات خمسة وستة واربعة ومن بعد مدة قصيرة أعمروا حتى ثلاثة وجوجو سبعة الجهة تحتانية السفينة اللي تحلات كانت كلها عبارة عن بيوتة أو مقصورات وكلهم كانوا عامرين بالمحركات والباتريات والمولدات لكي يعطوا الطاقة للسفينة كاملة يعني دابة فاشهد شيء كله خسر السفينة ما بقت عندها حتى شيء أهمية ولا تبحث شجال وقف فيها الناس وكتغرق في وسط من البحر من بعد مدة قصيرة أعود أن يرجع الضوء ولكن غير بسباب المولدات الاحتياطية أما الأصلية كل شيء ضاع خفر السواحل ساقوا الخبار لهذه الكارثة اللي واقعة ولكن مشي الكابتن اللي قالها لهم وإنما واحد من السياح اللي كانوا في السفينة مع العشرة وسبعة ديالدقائق المقر الرئيسي ديا شركة كوستة توصله مع الكابتن فرانسيسكو وثوله واش سفينة غدم زيان واش وقع شي مشكيل وما عرفتش علاش كذب عليهم وقال ليهم راح ندخلنا في واحد الحجرة صغيرة ووحدة من المقصورات اللي كان يلتحت عمرت بالماء ولكن ما تخافوا من والو الأمور كلها تحت السيطرة وما غدي توقع حتى شي حاجة خايبة وقالوا لي واش محتاج شي مساعدة وبكل آنانية ولا ما عرفتش باش حس في ديك اللحظة قال ليهم لا ما محتاجين والو هو كان عارف أن الأمور خرجت على السيطرة وماشي غير مقصورة وحدة اللي عمر بالماء وإنما استدية المقصورات وعارف أن في أي لحظة تقدر تغرق السفينة كاملة ووخها هكاك ما رضاش يقول ليهم شنو كين بالضبط وقال ليهم ديك الساعة شنو كين كون دغية صفتوا المساعدة وكون عتقوا الناس كاملين دكسيد لي في المقر الرئيسي اللي كان كيهدر مع الكابتن فاش قطع حس بلي الكابتن مخبيع لي شي حاجة وقال على الناس اللي كان ينتمى قال لهم أنا حاسبي للكابتن فرانسيسكو كيكذبوا مخبيع لي شي حاجة عاوة ثانية من بعد مدى قصيرة صناع ليه وقال ليه واش متأكد الأمور غدا بخير واش ما محتاجين حتى شي حاجة وفرانسيسكو قال ليه الأمور كلها غدا مزيان وما محتاجين والو الناس أولى السياح يقول لكم قويلة براسهم طلعوا للطبق اللي كان فيه قوارب الناجات وكيشدوا القارب ويلوحوا في البحر يتبعوا بشير كبو فيه حتى شي واحد فيهم مكان يسمع للناس اللي يخدمين تماشنو كيقولوا كل واحد فيهم باغي غير يعتقراصو وبسبب هاد الشي ناضي تفوضة كبيرة في السفينة والسي الكابتين ما زال هو والتيم ديالو يفكر في شي معجزة اللي تقدر تخرجه من هاد الوحلة ولكن في الأخير فشاف أن يقع المقصورات اللي من تحت السفينة كلهم عمروا صاف تأكد مية في المية أن السفينة غاد يتغرق بدك يفكر في شي طريقة يدير على الأقل يقربها من الجزيرة في أن يسكنوا الناس باش ما تغرقش كاملة دكشي اللي دار بشي طريقة ظهر السفينة وخا كانت ميلة بزاف وكانت زيت ميل ولكن في الأخير قدر يوصلها لأقرب بلاصة الجزيرة وتم كان صافي غرق النص ديالها الناس ديالتيم قالوا ليه الكابتين واش نعلنوا حالة الطوارئ كان متردد وقال لهم للا بلاش دبع نشوف شنه غاد يندير ما فهمتش أنا هاد القضية ديالنشوف شنه غاد يندير واش عنده شي قوة خارقة اللي غادي يستخدمها المهم في ديك الساعة خفر السواحل صفت المساعدة حيث ساقوا الخبار لهذا الشي اللي واقع وأن الوضع خطير والسفينة صافيكة غرق توصلوا معاقا على البلايس اللي قرب البلايسة فينكين السفينة باش يديوا لهم قوارب الناجات ويعتقوا الناس على ما هما يوصلوا ويعاونوه بالنسبة للناس اللي كيعرفوا يعمو كلهم نقضوا في البحار ومشوا عايمين لجيه الجزيرة وخلاص بزاف منهم مركبوا في قوارب الناجات ولكن قوارب الناجات كانوا قلال والناس كانوا كتارين بزاف وكاينين اللي كانوا ناعسين ومدوا وما جابوا وفشعاقوا بدكش اللي كانوا بغوا يخرجوا من تماما القوارس هم واحلين وكاينين الناس اللي وحلوا في المصاعد ديال السفينة وبنسبة الكابتن عمسي حتى هو هرب مع الناس للجزيرة وبلحية بلحش ما تخلى على السفينة وهرب من الواجب الكابتن أنه يبقى في السفينة حتى يتأكد أنه يقاع النسخ هو منها هذه شيء ما يقسموا عليها في الأول يعني كان عارفها ولكن هو مدهش في هذا الشيء وما تسوقش وهرب مع الحظة الشونس بالضبط حتى شيء واحد ما كان يدور في مقصورة القيادة كل شيء يركب مع الناس في قوارب الناجات وهرب ولكن بالزاف ديال الناس كانوا باقيين وحلين في السفينة خفى السواحيل تواصلوا عودتاني مع الكابتن وأمروه أنه يرجع للسفينة وحتى يتأكد أنه يكون شيء أخوة منها عادي يمشي ولكن سيد خاف وكان متردد وما دارش ذاك شيء ما يقالوا له الحاجة اللي زوينا أن الناس ديال داك الجزيرة فشافوا السفينة ميلة عارفوها أنها كتغرق وكلهم عاونوا الناس اللي كانوا فيها أي واحد قدر يعاون بشي حاجة مشال تماما اللي عنده شيء جيتسكي أو شيء فلوكا كان يمشي لتماما يجيب الناس للجزيرة وماشي غير هاد الشيء استقبلوهم في ضيورهم وضيفوهم القوارب ديال نجاتكي يقول لكم كانوا قلال والناس كانوا كتار بزاف فبزاف منهم طلعوا لفوق ديال السفينة وقلسوا تمكتنا والمساعدة وفي الخروة أخيرا نصلوا خفى السواحل والهليكابتر ونقضوا بزاف ديال الناس نسبة كبيرة منهم ولكن للأسف 33 شخص ما قدروا شيعتقوهم وماتوا لداخل 27 منهم كانوا سياح وستا كانوا من ناس اللي خدامين تماما للكامل هما كيعتقوا الناس وقلوا حتى الغواصين باش يشوفوا باقي شي واحد حيل داخل وفعلا القوى واحد الكوبل من كوريا كانوا ناعسين في لقيتة ديال الاستيضام وفيها شفاقه وبغيروا يخرجوا من تماما لقى ورسهم واحدين ولقوا حتى واحد أخر مهرس من رجليه وما قدرش يهرب وبطبيعة الحاج بدوا حتى تلجو تديال دك 33 شخص اللي متوا لداخل في الصباح فاشلعت الشمس ديكسع بنت السفينة وبنت شكل ديالها وهي ميلة وبعد تحتل فتحل سببها الاستيضام واللي كانت فتحة كبيرة بزاف الخسارة ديال شركة كوستة بسبب هذه الحادثة تقدرت بخمسمائة مليون دولار يعني مبلغ كبير بزاف دبع من بعد مخوة والسفينة من قاع الناس اللي كانوا تماما ما يمكنش يخليها هكك تبقى ميلة تماما خصوهم عود ثاني يميلوها ويرجعوها كي كانت وبشي طريقة يجروا هالميناء اللي جت منه وهذا القضية ماشي شي حاجة اللي سهلة من بعد بزاف ديال التخطيط والاجتماعات والروينة في الخارجة هم واحد الفكرة واللي هي هاد الاستراتيجية اللي كتبان معقدة وهذا فيديو تضيحي ديالها باش يطبقوا هاد الخطة خدام انهم شهور طوال بزاف ولكن في الخارق وبالضبط في 13 سبتمبر 2013 يعني تقريبان من مور عامين من بعد الحاديثة واخيرا قدرو يجروها من تماما ورجعوها لميناء وفاش وقفوها عادبا لوجه ديالها اللي كان في الماء وبانش حال كان مخرب ومحطم سفينة كونكورديا اللي كوشي كان يحلم يركب فيها ولا تغير خير دا وغيروصلوها الميناء بدوك يفكو فيها وفي الخارط باعت تغير بياسات هاد العملية كلفات شركة كارنافال واحد فاصلة جوج مليار دولار وهادي كانت اكبر خسارة شفتها الشركة من نهار بذات من مور هاد المأساة اللي طرات البوليس بدوك يدروا تحقيقات ديالهم باش يشوفوا شكون كان من مور هاد الشي وقع الناس اللي كانوا خدامين في مقصورة القيادة تشدوه وحكموا عليهم بين عام وعامين بتهمة الإهمال وشيتوهام وحدين وخرين وبنسبة للكابتن اللي هو راسل حربة في هاد الشي كامل بدك يصنطح في المحكامة وقال ليهم انا ما عندي حتى شي علاقة بهذا الشي اللي يوقع وحتى انا ضحية وبلابلا ولكن الناس شهدوا ضده وقالوا انه اعطى إحداثية غلطين ومعلنش حالة الطوارئ فالسفينة كانت تغرق وتخلى على السفينة وهرب مع الناس ومن فوق هاد الشي كامل تدي معها مراء الخدمة دياله وتشغل معها وخلى خدمته وفي الاخر حكموا عليه بسطاش العم ديال الحبس من بعد هذه الحادثة السمعة ديال شركة كوستا وكارنافال توسخات وحتى شي واحد ما بقى كي يتقف السفن ديالهم ولكن خدموا مزيان على هاد القضية باش يرجعوا بلاسهم كي كانت اول حاجة اعطوا لقاع السياح اللي كانوا في السفينة مبلغ ديال 13 الالف دولار وعطوا مبلغ كبير لعائلت ديال الضحايا ثانيا بدلوا قاع الناس اللي يخدموا في ذلك الشركة ومنهم حتى المدارأة انفيديين الكبار وغيروا حتى الطريقة باش كي يصيبوا السفن هاد الشي كله بطبيعة الحال اعطى نتيجة ورجعوا السمعة ديالهم كي كانت والناس عاو تاني بدوا كي يتيقوا فيهم والحد الان ما عمر ما طردش حاجة في شي سفينة من السفن ديالهم كانت ديال قصة ديال اليوم شو كان بزاف حي تكملتوا حتى الاخر ما تنسوش تدعموني بزل الاعجاب وكيمة العضاء نطلقوا في قصة جديدة طلاو